اشتركوا في القناة صحة وسعادة نخلي كل مشاكل الدوام في الدوام هذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي هذه محدثتكم دكتور نادا الملة محمود طبعا لا زال في الإجازة الجميلة في باريس إجازة تقافية إن شاء الله لما يرجع ناخذ منك كل تفاصيل الإجازة معاي اليوم في الاستوديو دائما إن شاء الله وأبدا أيمن صرحي المخرج صباحك الله بالخير يا أيمن وأشكر لك تواجدك معاي كل يوم في الاستوديو ومعانا اليوم منسقة تسمعون اسمها دائما بس مو معانا تكون في البرنامج اللي قابلنا مع ابو عمر ميرا المري صباحك الله بالخير يا ميرا وحياة الله في الصحة وسعادة إن شاء الله يعيبك برنامجنا أكثر واتمين معانا صباحكم الله بالخير والنور والسرور طبعا برنامجكم هذا صحة وسعادة مثل ما دامنا نقول ها برنامجكم وم برنامجنا برنامجكم معنا نعطيكم قنوات للتواصل معانا عشان تعطونا ملاحظاتكم آراءكم شكاويكم والشكر إذا رحتوا أي منشاء صحية في الصحة في دبي شفتوا أي موظف قدم لكم خدمة متميزة حابين تشكرونه ووصلونا هذا الشكر إن وصلنا للموظف شخصيا ما تتخيلون الشكر شو يسوي في الموظف يخلي يومه كامل يتبدل ويخلي أداءه أعلى وروحه أفضل وبالتالي يسعد متعاملين آخرين فشو قنواتنا للتواصل معانا على 600-55-14-14 والرسائل النصية على 400-06 ولايف على نوردبي على الانستجرام طبعا كما عودناكم دائما في بداية كل حلقة تكون معانا الجميلة قلبا وقالبا أسماء الجناحي تعطينا جديد السوشيال ميديا صباح تشالله بالورد والورود يا أسماء صباح خير دكتورة يلا باقي يوم على الخميس الولي باقي يوم خلق لا اليوم أنا ما حسب اليوم على طول باقي الخميس باقي الخميس باقي الخميس شو عندك لنا اليوم يا أسماء اليوم الصراحة أنا وائف فعاليات راح تكون في هيك الصراحة يوم حافل راح يكون فيه إطلاق شيء بعد القليل في المستجفة رطيفة راح نصوره ونحطه إن شاء الله أيضا عند ساعة 11 بيكون مدير المدير التنفيذي لمستجفة دبي لايف على الانستجرام وعلى البيس كروب يجاوب على كل أسئلة فأي حد عنده ملاحظة نصورة دبي عنده مقترح عنده أي شيء يقدر يتواصل مباشرة معنا وهو راح يرد عليهم لايف ممتاز غير هذا يكون فيه عندنا محاضرة في منصتنا الموجودة في جهة 9 ساعة وحدة وأيضا فيه كبير من الفعاليات الصراحة وما روم أعدبها لكن أتمنى هم يتابعوني على قنوات التواصل الاجتماعي اللي هي سيكون أكثر التركيز على تويتر وإنستجرام وتنابتها فأحياه بالله ممتاز هاي الدعوة للجميع النزوم منصة حيات الصحة في البيت في جايتكس وباشروا آخر يوم يا أسمة باشر آخر يوم ونقسمها بالرسالة الصباحية جد التوازن بين عملك وحياتك الخاصة فكل ما خلط بينهما كل ما زادت بالضغوط عليك وفي سالة يكون عندك ضغط في البيت وضغط في الدوام وعقب تتمكس الأمور خلاص صحيح صحيح يا أسمة هل كنا نقول لبداية البرنامج أن باشر الخميس وحيترك ضغوطات الدوام في الدوام عشان يستقبل إجازة نهاية الأسبوع بروح عالية شكرا لك يا أسمة ونهارة سعيد إن زين مثل ما تعودت بعد دايما يكون عندنا دراسة مثيرة للاهتمام دراستنا لليوم شو تقول علماء روسيا يعتمدون على النباتات في ترميم العظام سجل علماء من جامعة تومسك الروسية للكيميا براعة اختراع جديدة تعتمد على النباتات البحرية لتطوير نسيج عظمي إصطناعي في البيان الصادر عن الجامعة مؤخرا جاء أن علماء في الجامعة تمكنوا من تطوير طريقة جديدة كليا لتركيب مادة الهايدروكسيباتيت المستخدمة في مجال الجراحة التجميلية وترميم العظام اعتمدت الطريقة على الجيلاتين النباتي المستخرج من بعض أنواع الطحالب البحرية وأضاف البيان أن أهم ما في الأمر أن العلماء تمكنوا من استخدام الأشعة الكهروميغناطيسية لتصنيع المسحوق الجديد ما يؤثر بشكل إيجابي على بنية النسيج الاصطناعي الذي يحوي هذا المسحوق والمخصص لترميم العظام حيث سيتمتع النسيج ببنية مسامية تساعد على ترميم العظام بشكل أسرع من جانبها قالت البروفيسور نتاليا كورتشيكنكو إحدى المشرفين على الدراسات الجديدة في الجامعة استخدام الأشعة الكهروميغناطيسية يوفر توزيع متساويا لدرجات الحرارة على كافة جزيئات المواد التي تتكون منها المسحوق الأمر الذي يجعل المسحوق أكثر تجانسا فضلا على أن استخدام هذه الأشعة يوفر الكثير من الوقت والتكاليف على عكس الطرق العادية التي تعتمد على الأفران الحرارية لتشفيف المساحق الأمر المثير أن نستطيع أيضا تعديل بنية المسحوق بإضافة أيونات العناصر المعدنية كالفضة التي ستجعل المسحوق يتحلى بخصائص مضاد الجراثيم مما يسرع من عملية ترميم العظام هذه الدراسة باختصار تقولنا أن في ثورة جديدة في عالم ترميم العظام تعتمد على استخدام الجيلاتين المستخرج من الطحالب النباتية طبعا مثلا دائما تعودين عينا في صحة وسعادة لما نعطيكم الدراسات الجديدة تلاحظون أن معظم الدراسات أو التوجه بشكل عام في مجال العن لاستخدام الأشياء الطبيعية لترميمات مثلا ما كنا نقول قبل الخلايا الجذعية عشان تعويض الأعضاء لمرضى السكر لمرضى الزهايمر وغيرها فالتوجه حاليا تخفيف الاعتماد على الأطراف الصناعية أو المكونات الصناعية ليش؟ لأن مهما يكون المكون الصناعي اللي أنا أزرعه في الجسم أو أستخدمه للترميم أو كعضو أو كأي طريقة من الطرق داخل الجسم لا يزال هناك نسبة رفض للجسم لهذا الجسم المعدني بسبب طبعا أن الجسم يكون معدني في ذبذبات معينة في ذرات معينة ولكن كلما كان المواد اللي أنا أستعملها قادمة من الطبيعة من نباتات من إنسان آخر من خلايا جذعية تكون نسبة رفض الجسم له أقل وبالتالي يكون نجاح العملية أكثر طبعا لأنه طبعا الناس اللي يخضعون مثل هذه العمليات أصلا تكون حياتهم متأثرة بالتالي أنا أعطيهم أفضل حياة بأن أنا أفرهم أفضل زراعة وأفضل بديل فهوحدة من هذه الطرق فيه ويد الناس لأن الدراسة تتكلم عن الجيلاتين في ويد الناس عندهم علامة استفهام على موضوع الجيلاتين هل هو آمن ولا لا مدى صحة أن الجيلاتين يستخرج من مصادر حيوانية طبعا الجيلاتين يستخدم في العديد من الاستخدامات غير الطبخ ولكن نتكلم عنه في مجال الطبخ بما أنه كثير من النساء يسئلون هل هو آمن استخدامه أو لا ومدى صحة أن له أصل حيواني من تكرمون من الخنزير طبعا الجيلاتين موجود له مصادر حيوانية معروفة هم الخنزير ولكن الحمد للحمد لله في بلادنا الجيلاتين اللي يدخل بلادنا كلها تكون من مصادر نباتية من الطحالب البحري بالتالي يكون حلال ما في مشتقات خنزير هذا كلام يكون غير صحيح استخداماتها في الطبخ كثيرة هل هو آمن أو لا ما في دراسة أبوها على مادة الجيلاتين تتأكد أن استخدامه ممكن يضر الجسم أو لا ولكن في النهاية نتذكر حتى لو كان مادة طبيعية مستخرجة من الطحالب أو من حيوان أو من أي مصدر تتم معالجتها بطريقة معينة عشان أنا أقدر أستخدمها بالتالي مثل ما حدامنا نقول أي شيء يزيد عن حده راح يأذيني أو ينقلب ضده مثل ما نقول بالعامية فالأفضل ما نكثر من استخدامه خصوصاً لما يكون الجيلاتين الجيلاتين بشكل الجيل يكون فيه ملكهات ملكة توت فراولة موز كل هذه عبارة عن ملكهات صناعية وكل هذه عبارة عن سكر يضاف له عشان يعطيني هذا الطعم وهذه الرائحة فالأفضل أن أنا ما أكثر منه مع أنه أيمن لو تأيدني في رمضان ما أنا غنى عن الجيلي وما في غنى ما في بيتي خلال لو ما حطت الجيلي على الصفرة العائلة تحتج وينه وين رمضان وين الجيلي ففي رمضان بنسامحكم ولكن عندكم 11 شهر في السنة انقلل من استخدامه عندنا بداء الطبيعية يا جماعة لو إحنا نركز في فصول السنة كل فصل شو في فواكه بتكتشفون أننا طول السنة عندي تنوع ما شاء الله في الفواكه ما أمل منه يعني انخذوا كل موسم والفاكه ما لا تستخدموها اهرسوها سووا منها وضيفوها للأكل مالكم بدل استخدام المنكهات الصناعية اللي فيها ألوان ومواد حافظة وعليها علامات استفان بخصوص علاقتها بالسرطان وأمراض أخرى فناخذ البديل الطبيعي أفضل وتشوفون حتى الدراسات تمشي لاستخدام المواد الطبيعية داخل جسم الإنسان فهذه هي رسالة بسيطة لكم للتوجه للطبيعة وترك المواد الصناعية واعتقد احنا وصلنا لنترك البرنامج شوي لفاصل عشان الناس تتهيئ لما بعد الفاصل فتموا معانا ولتذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة مثل ما لكل عارف حاليا جايتكس شغال في مركز دبيت تجاري العالمي وبرنامجنا يركز وايد على جايتكس والخدمات اليديدة شو الجديد في عالم التكنولوجيا اليوم بنتكلم عن مشاركة الهيئة في معرض جايتكس وعن نظام الشكاوي الطبية بالتحديد عشان يتكلمنا عن هالبرنامج معانا فاطمة الملة رئيس مكتب الحكومة الطبية في الهيئة عن طريق الهاتف صباح جلا بالخير استاذة فاطمة يا هلا صباح النور هلا وسهلا فيكم صباح تشورد ممكن تعطينا النبذة عن نظام الشكاوي الطبية نعم حبيبتي اولا احنا استحدثنا بوابة الكترونية للشكاوي الطبية هي الاولى من نوعها في المنطقة لاستقبال الشكاوي الطبية بلا اوراق هاي البوابة هي تتيح لمتعاملين السهولة تسرع تقديم الشكاوي ضد القطاع الخاص والقطاع الحكومي في امارة ادبي من خلال ست خطوات يقوم فيها المتعامل خلال زيارته للموقع ممتاز ليش اخترتوا اطلاقها كنظام شكاوي الكترونية شو كان الدوافع حق اطلاقها استاتي الكريمة بداية كانوا المتعاملين يشوفون يواجهون صعوبات لوصولهم لمكتب عندنا لتقديم الشكاوي الطبية احنا مثل ما انتم عارفين موقعنا في قلب دبي احنا عشان يوطولنا ويستوفون كل الاوراق يحتاجون من يومين لثلاثة ايام لاستكمال كافة الاوراق المطلوبة حاليا وحسب احصائياتنا الموقع الالكتروني يتيح للمتعامل خلال تقديم من تقديم تقديم الشكاوي الطبية للانتهاء هو عبارة عن 34 دقيقة ينتهي فيها من تقديم الشكاوي الطبية ممتاز استاذة فاطمة انت قلتنا هناك 6 خطوات شو الخطوات عشان اقدم شكاوي الطبية عن طريق هذا النظام الخطوات هي اول بس ما يدخل الموقع يبدأ يحط بيانات المنشأة اللي مشتكي عليها الشخص اللي يشتكي عليه يكتب فيها نص الشكوى او الحادثة يحط فيها الاوراق او الدكومنت اللي موجودة معاه وفيها اخر شي مثل ديكليريشن انه هو الشخص اللي يقدم الشكوى ممتاز خلال كم يتم التعامل مع الشكاوي الشكاوي الطبية طبعا تصنف حبيبتي فيه شكاوى طبية تكون بسيطة وفيه شكاوى طبية تكون ميجر اللي تكون فيها مثلا حالات وفاة او حالات ادخال المستشفيات على حسب التحقيقات اللي احنا نقوم فيها وتحليلها الشكاوى وتحليل الملفات الطبية الوقت يكون مختلفا بين هذه الشكاوى ممتاز مدى تم اطلاق هذه بوابة كم صالها الحين بوابة شغالة اكزاكلي احنا بدأنا في نهاية ديسمبر 2016 طبعا بداياتنا بدأوا الناس يدخلون الشكاوى كنا شكاوى الكترونية بنسبة 50% والخمسين اللي كانوا والناس ما زالوا ويون عندنا عشان يقدموا الشكاوى حاليا من شهر مارس 2017 الينا اليوم احنا شكاوانا كلها الكترونية ما في اي شكوة هنا مانيول ممتاز مثل ما انت ذكرتي ان عدد المتفاعلين مع البرنامج نظام الشكاوى الالكترونية زاد من 50% كانوا فقط يقدمون الشكاوى الحين تقريبا ممكن نقول صلنا 100% الشكاوى تقدم عن طريق نظام الشكاوى الالكترونية استاذ فاطمة شو اغلب اكثر الشكاوى يعني شو ابرز النقاط اللي تكون تدور حولها الشكاوى من المتعاملين في شكاوى تكون شكاوى ادارية اللي هي مثل ما يقولون مس كومنيكيشن اللي هو عدم تواصل من بين المريض والطبيب حاليا بسبب سهولة الموقع نشوف حتى هاي الشكاوى قامت توصلنا بشكل متكرر ان الطبيب ما يتواصل مع المريض ما يخبره عن الاجراءات المتبعة فهنا احنا نتواصل طبعا مع المستشفى ونطلب منهم مقابلة المريض لتوفير هاي المعلومات له ويتلاشى المستشفى او العيادة انه يصير هاي الحادثة في مرات اخرى اما في اخطاء ثاني اللي هي حسب التخصصات اللي موجودة عندنا في دبي ممتاز مدى رضا المتعامل يعني هل يتم قياس رضا المتعامل عن طريقة حل الشكاوي حاليا نحن نقيص رضا متعاملين في ادارة التنظيم الصحي كادارة ككل يعني رضا متعاملين وصلنا يعني بنسبة عالية جدا من غير ان متعاملين استسهلوا دخولهم للموقع فنشوف حتى ان اتينا رسائل شكر على سرعة استجابتنا لهم ممتاز طبعا هذا هو الغرض في النهاية من اطلاق بوابة الالكترونية نفس هذه ان حصول عرض المتعامل سواء كان في السرعة تقديم الشكوى سواء كان في طريقة التعامل معها او سواء كانت في الحلول المقدمة من قبلكم لاغلاق الشكاوي استاذة فاطم بخصوص مشاركتكم في معرض جايتكس شو شاركتوا او شو المتميز في مشاركتكم في جايتكس من قبل مكتب الحكومة الطبية في الهيئة احنا لما شاركنا طبعا احنا شاركنا بوجود له الموقع الالكتروني الموقع بما انه موقع جديد اولا احنا نعتبر الموقع الاول في المنطقة موقع الالكتروني لاستقبال الشكاوي المنطقة ككل او مثل ملك العارف ان المستشفيات او الهيئات الواجهة تستقبل الشكاوي الطبية ما نيول تكون اوراق تسلم واجراءات يدوية مطولة اما احنا في حكومة دبي عندنا الشكاوي الطبية تكون عن طريق السيستم حتى احنا كنا حاطين او اللي هي واجهة موقعنا تسأل هل انت رزدنت هل انت مقيم ام سائح يعني حتى لو السائح عندنا يأخذ منهنا علاج وسافر واكتشف انه في مثلا خطأ الطبي صار في علاجه يقدر يقدم على الشكاوى الطبية عندنا في الموقع واحنا نمشي في الاجراءات ممتاز استاذ فاطة مكتب الحكومة الطبية في الهيئة لو ممكن نعرف الناس شو خدمات المركز شو اللي قدمه وين مكانه استاذ الكريمة هو مكتب الحوكمة الطبية مكتب الحوكمة الطبية في ادارة التنظيم الصحي نحن في البيزنس فيليج المكتب هذا معني باستقبال الشكاوى الطبية وفيه ان الشكاوى مش بس من متعاملين فيه ان الشكاوى تحول الينا من المحاكم من الشؤون القانونية او حتى من اللي هو ادارة التمويل جميل فيه عندنا رسالة من بوسعيد يقول لماذا لا يقدم البعض شكواه عن طريق الانترنت اعتقد هناك عدم ثقة في سرعة ردكم على الشكوى احنا عندنا احيانا مثل ما قتلت ناوي تقدمونا في المستقبل في مجال الشكاوى الطبية طبعا احنا حسب الحصائياتنا شفنا ان الناس المستخدمين للبرنامج هم بين عمر 25 و 35 سنة فهنا شفنا انهم جزء من المجتمع اما الجزء الباقي من المجتمع احنا في فدد نسوي لهم توعية عن البرنامج اللي موجود عشان نقدر نضمن ان كل المجتمع عارف عن وجود الموقع الالكتروني للشكاوى الطبية ممتاز استاذ فاطمة لو انتو كان في شكوى وقدمت حل وتم تسكير الشكوى ولكن المتعامل ما كان راضي عن طريقة الحل او ما راضي عن الحل فشو ممكن تكون الخطوة التالية لمتعامل المتعامل في هذه الحالة يتوجه للشؤون القانونية او للجهات القضائية اللي موجودة عندنا في الدولة يرد يفتح الكيس هناك عندهم طبعا يصير تواصل من بيننا ومن بين الجهات القضائية احنا نعطيهم كل الاجراءات اللي صارت عندنا كل التقارير اللي موجودة وهم يبدون اجراءهم من اول وديد ممتاز فمثل ما احنا قلنا هو طبعا نهاية الغرض مننا ان يكون متعامل راضي حتى عن طريقة تحل الشكوى نفسها فيك المحابة توجيهها دكتورة استاذة فاطمة رسالة انا اشكركم اولا على استضافتكم لي ثانيا انا اتوجه لكل المجتمع اللي موجود واقول لهم ان كيس ان حصل اي شيء عندنا في القطاع الخاص انتوا عيوننا في القطاع الخاص صحيح هذه ولا لازم مثلا اوشي يتعكل المسؤول مدير في المكان قبل ما ادخل الشكوى في نظام الشكاوى الالكترونية بالضبط هي اجراءات المفروضة تتبع اولا الشخص اللي يواجه اي خطأ او اي سوء ممارسة في المنشأة يتوجه الى ادارة المنشأة نفسه يبلغها بهذا الموضوع حتى احنا في الموقع حاطين هل تم ابلاغ المنشأة بالسوء الممارسة اللي حصل ام لا بعد ما تبلغ عنها هنا يبلغنا احنا عشان لما احنا نتواصل مع المنشأة ونخبرهم تكون في صورة واضحة وطريقة تحليل واضحة للوباء اللي موجود صحيح ممتاز شكرا لك استاذة فاطمة الملة رئيس مكتب الحوكم الطبية فهيئة شكرا لك تواجهتش معانا اليوم وكل التوفيق لكم ان شاء الله في معرض جايتكس ومن نجاح لنجاح ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك مع السلامة طبعا موضوع الشكاوي بشكل عام موضوع ما بنقول شائك ولكن مثير الجدل دائما يعني وايد من الناس لما تروح اي موشأة صحية سواء كان خاص او حكومة لما تلاقي شيء ما يعجبها خدمة ما تعجبها اسلوب الطبيب اسلوب اداري ما يعجبها على الطول مثلا تروح تتشكى وتقدم نظام الشكاوي الالكترونية دائما احنا نقول افضل طريقة لحل الشكاوي اولا تتوجه لادارة المكان لان ادارة المكان هي الاقدر انها تحتوي الشكوى وتحلك اياها انت ما تشفت الرد اللي يرضيك او ادارة المكان لم تتعاون معك في حل الشكوى او ممكن ما تكون راضي عن الشكوى الحل العطوك اياه ممكن الادارة بدلت تقدر عليه وحلت لك الشكوى ولكن في النهاية ما اعجبك الحل اهني انا اتوقع تقدر تقدم الشكوى عن طريق نظام الشكاوي الالكترونية او بطريقة لانت تحبها ولكن خلي كون عندنا يا جماعة ثقافة الشكاوي يعني الشكوى هي ليست فقط ان انا يعني حقي كمتعامل لازم اشكه هذا مو بحق مكتسب ان انا مادم المتعامل لازم اشكه عليهم ولازم اراويهم ان ليش ساوي فيه شي لا الموضوع ما يكون بهذه الطريقة الغرض من الشكوى حتى احنا برنامجة دائما شو نقول الغرض من الشكوى تحسين الخدمة انا ليش اقدم شكوى عشان احسن الخدمة حتى عندي في العيادة كوني مسؤولة في العيادة دائما نقول المتعاملين انا ما اخذها كشكوى اخذها ملاحظة لتحسين الخدمة لان في النهاية جماعة احنا جميعا سواء كنا متعاملين او موظفين هدفنا تحسين الخدمة عشان توصلك انت كمتعامل الخدمة بافضل الشكل وبالطريقة اللي انت ترضيك فدائما قبل ما احنا نكون يعني خصوصا لما يستوي الموقف لي كمتعامل والمتعامل دائما يكون معصب معصب وزعلان وهذا يعني مثل ما يقولون احنا نطلع حرة ويسي الشكة عند نظام الشكة والالكترونية ويتشكة عن اي حد ولكن او شي هدوا هدوا بالكم او شي عكب قولوا اوكي انها الشكوى صح انا احنا معصب وزعلان من الشكوى ولكن يمكن لو فكرت فيها الاحظ ان الشكوى لا تستحقنا اكبرها وايد فاتوجه للإدارة هناك اكلمهم اقولهم صار لي موقف واحد اثنين ثارثة فهذا المكان واتشوف كيف ردهم لان مثل ما قلنا في النهاية الغرض ان انا اطور المكان فهذا في نفس الوقت هذه ليست برسالة ان انا ما اتشكه فيه وايد متعاملين يلاحظون ملاحظات في بعض الاماكن بس ما يقدم الشكوى او ملاحظة ليش يقولك ما بعاون راسي وما بتسوين شي هذا الكلام خاطئ ان انت ما تبقى تعاون راسك معناه لا تريد ان تسهم في التطوير واحنا كلنا لازم نسهم في التطوير وان المكان ما بيسوي شي بعد هذا ما يسوي احنا نقوله لانه في بعض الشكاوي يقدمونها بعض المتعاملين ما نقدر انحلها آنيا يعني ما في شي ينحل الان مثلا في شكاوي احلها ان اكلم الموظف اسهلك اجراء امررلك موضوع ممكن نتعاون معك فيها بعض الشكاوي لا يمكن ان نسوي هذا الشي يبالى ممكن يبالى امر من ادارة عليا يمكن يبالى ميزانية معينة يمكن يبالى توظيف موظف جديد هذا كله يحتاج الى وقف فما علي واسعوا بالكم قدموا ملاحظاتكم سواء عن طريق برنامج الصحة وسعادة ادارة المراكز وين ما تحبون قدموا ملاحظاتكم الان الهدف منها تحسين الخدمة حتكلمنا وايد وطوفنا الفاصل فبنطلع فاصل وبعد ما نرجع بنكمل باجي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة قبل ما انسى وتاخدنا السوال فاذكركم ارقام التواصل على 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006 ولايف على نور دبي في حد في نور دبي يقول لي دكتورة اتمنى لو تطلعين على منهج التربية الرياضية وتعطينا رايج كله نظري وواجبات وامتحانات والله الرياضيات الشاطر في الرياضيات صراحة انا اهني انا اهني انا بعطي روحي شهادة لان منهج الرياضيات نفسه يبالى مهارات معينة في التعامل معاه فان شاء الله بحاول اطلع على منهج التربية الرياضية تقدر رياضيات قصدك فان شاء الله نحاول نطلع عليه ونشوف بس لايصف خبرونا ايصف عشان اطلع عليه طبعا مثل ما قلنا ان هذا الاسبوع كامل جاي تيكس هو الشغل الشغل للجميع لين باتشر ان شاء الله باتشر الاخر يوم لجاي تيكس ان شاء الله لهذه السنة فرح نتكلم الحين عن مبادرة جميلة لهيئة الصحف البيت كلمنا عنها بشكل مختصر من قبل ولكن بنركز عليها الضوء اليوم وهي مبادرة المزاد الذكي بتكلمنا عن المزاد الذكي شو هو من يقدر يساهم فيه شو فايدته من الفئة المستهدفة كيف ممكن احصل معلومات كيف ممكن اتواصل وغيرها من المعلومات مع الاستاذ عبدالله عبدالجليل محل العقود رئيسي في هيئة الصحف البيت صبحك الله بالخير والنور والسرور يا اخي عبدالله نورت الستوديو تعطينا اول شي نبدأ شو يعني مزاد ذكي هو برنامج خاص في المواقع الغير مستغلة وهيئة الصحة بهدف الاستثمار في هيئة الصحة البرنامج بشكل مختصر انه يهدف ارطاء جميع المستثمرين الشركات المتخصصة في الاستثمار سواء في الفارماسي او المحلات التجارية او استغلاء المساعات او الاكشاك البرنامج يسهل عملية المزايدة على المواقع الاستثمارية بشكل بسيط جدا هو application على android او الapp store تقدرين تنسيين download وتشوفي المواقع فيه طبعا اشتراك في الموقع بس في requirement مطلوبا رخصة تجارية وصورة الهوية وكذا بعد ما تسجلي بتشوفي المزادات المطروحة في الموقع هي مثلا في مستشفى راشد دبي وكذا كان الموقع بتقدمي في المزاد وتحطي الاسعار وتحطي الضمان البنكي اللي بتدائي او النهاية حكمة رسالك المزاد ليش سويناها البرنامج البرنامج يهدف بعض الاحيان كنا نشوف المراجعين سيرين بانا بتأخر بيك الساعة هنتين ونص انت موجود مموجود البرنامج وايد سهل على المستثمرين يعني حين المستثمر يقدر يدخل يساوي داونلود يقرر الشروط ومواصفات عجبا انه يقدم بارد سبيلت المزاد ممتاز ممتاز ما بيراجع بيجو في الوثائق كامل يشتري قيمة الوثائق حتى الوثائق يشتريها ويقدم توسميت البربوزر الخاص في هالمزاد هذا بشكل مختصر بالنسبة للموقع ممتاز طبعا لما الناس اتوقع تسمع كلمة مزاد ذكي فيفكرون انه بس الشركات الكبيرة والمالتي الكبيرة جدا فانتقيت حتى للأكشاك الموجودة في حيات الصحة في البل فشو هي الأكشاك الموجودة ومسلا شو البزنسات حتى لو كانت صغيرة هل تقدر الشارك احنا بالنسبة لنا في مواقع مساحات تكون فاضية غير مستغلة ينطرح عليها مثلا بناء على ركم منديشة من الدار المعنية مثلا انه محتاج هالسيرفيس في هالمكان نطرح عليها مزاد في السابق يمكننا نطرح نطرح بالأضر في المرغم باب الشفافية صحيح احنا طبعا شغالين بقانون ستة سنة سبعة وتسعين هذا قانون اللي يحكم الأطار العام بينه وبين اي مستثمر الهدف من هالأكشاك او كده يعني احنا نحبين ننوع الاكتيفتي اللي تكون موجودة في المستشفيات او في العيادات وتفركان ففي بعض اللي يكون في مكان غير مستغل احنا احنا التوجه العام اشتركها مع القطاع الخاص بالأضافة احنا حابين نشجع الشركات الاسيمي اللي يتدخل في المزادات يعني احنا يعني يكون هذا دعوة للشركات الاسيمي المصر محمد الراشد اللي يتدخل وتشارف هاللمزادات لان الهدف هذا انهم يشاركوا يدخلوا يستغلوا المواقع الغير موجودة الغير مستغلة في الدائرة هذا هو الهدف بشكل عام ممتاز طبعا المؤسسات التابعة المؤسسات او البيزنسات او الاعمال التابعة لمؤسسة محمد الراشد دعم الاعمال تكون اصلا تكون بالعادة بزنسات صغيرة يما تكون الشركات الكبيرة لانه في ناس احبالهم ان مثل ما انا قلت فقط الشركة الكبيرة لها حق انها تدخل فهذا موضوع هذا موضوع جدا جميل انه فيه دعم ان الهيئة تدعم حتى المستثمرين الصغار من خلالها البوابة حتى المستثمرين محمد الراشد والردي عندهم خصم بالنسبة للضمانات الابتدائية وبالنسبة لرسوم الوثائق من المزادات عندهم خصمات فيها ممتاز منع توجهات السعادة معالي حميد القطامي اخذنا أبروفل مننا وفي استثناءات لهم ممتاز فهذه طبعا دعوة لأي حد تابع المؤسسة انه يقدم احبين انهم يشاركوا اينا ويتواصلوا اينا لو فيه اي توصيات او فيه مقترحات يعني احنا نبعث دائما للمؤسسة بس يعني ما فيه صراحة رسبونس واد احنا حبين انهم يشاركوا اينا لو فيه اي سبسرات يرجعونها ويريد بالعكس ممتاز فهذه رسالة عن طريق برنامجنا لأي حد تابع المؤسسة محمد بن راشد انه يساهم فهذا المزاد ويشارك معاكم عن طريق تنزيل الابليكيشن هذا الابليكيشن طبعا يقدم خدمات ذكية هل كافة الخدمات يتم تقديمها عن طريق الابليكيشن ولا فيه خطوات لازم انا اي عندكم المكتب هو الخطوات باختصار هو اول شي يسوي الريستريشن كامل بينات الشركة الموجودة عنده يحط فيها وكذا فيه طبعا رسوم على التسجيل فيهم بيشوف شو الموقع مثلا مطلوب انه رخصة تجارية شو المطلوب شو الخدمة المطلوبة بعدما هذا بيقدم تاريخ الاغلاق بيكون موجود في الابليكيشن تاريخ الاغلاق وتاريخ ترح المزاد بالاضافة ان التاريخ المتوقع لفتح المظاريف الخاصة في المزاد بعدما هذا تاريخ الكلوزنج في لجنة اسمها لجنة المزادات والممارسات هي مختصة بفتح والاطلاع على الاسعار ممتاز بناء على هاللجنة بنفتح يعني نفتح العروض الخاصة في المزايدين وبناء على اعلى سعب بيرس المزاد ممتاز شو الضمانات اللي تطلبونها اذا انا بشارك في هذا المزاد في نوعين من الضمانات ضمان التداي وضمان النهائي ضمان التداي ضمان المشاركة للمزاد الضمان النهائي ضمان بعدما يفوس في المزاد ويكون 10% من اجمال القيمة الاجارية ممتاز طبعا ممكن في ناس يكونون جديدين يعني بعدهم في عالم البزنس وحابين يشاركون فالشيء كيف ممكن انهم يعرفون معلومات اكثر هل في ورش تسعون ورش مثلا المستثمرين عن المزاد كيفية المشاركة فيه شو المزاد المفوض اصلا يشترك فيه فالورش توعوية لهم في ورش توعوية ان شاء الله حتى من سوي ورش عقبل ان شاء الله جايتكس من سوي ورش للمستثمرين الأول حابين يطلعوا على المعلومات الخاصة بجايتكس بالإضافة انهم يقدروا تواصلهم سوين احنا نحب يعني اوضح انه فيه ايميل خاص بس بالSmartMazad smazad dha.gov.ee هذا ايميل بس متخصص للرد على استفسارات متعلقة بالapplication في حال وجود استفسار اسبسيكلي للapplication يعني استفسار او حاب وانهم لم يراجعنا حاب يوصل لنا مثلا ابعت لي powerpoint خاص في الapplication توضيح ما هي الإجرات لهذا فعسسنا سهلة عليهم لان بعض المستثمرين لا يكونوا موجودين لان الapplication الهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من المستثمرين تقدر انت تزايد وانت في أي بلاد وانت مسافر وانت حدثت المزاد وانت حدثت المزاد تقدر تدخل وتقدم في المزاد تسوي download الapplication وتقدم في المزاد وممتاز هذا الإيميل متخصص للرد على استفسارات الخاصة بالapplication اسمزاد at dha.gov.ae اسمزاد at dha.gov.ae استاذ عبدالله بالنسبة للناس بعد رد للناس اللي توهم بعدين في عالم الورش التعريفية او الpowerpoint الخاص بالمزاد هل ممكن يكون فيه ورش تعريفية لهم عن طريقة المزايدة نفسها يعني بعيد عن المزاد الذكي كيف ممكن ازايد كيف ممكن ادخل المزايدة تشوفي بعض الناس يوم تتناقش وياك فهو موضوع هذا حساس انتي تتناقشي بعض الناس كم اقدم بالضبط ترى انا ما قدر كان في السابق بالضرف المغلق وحين يكون اعلى مزاد انا حتى لو انا اقدم على هذا وهذا ليس يمكن يصير يعني ان نضع هذا في 10 درهم او 20 درهم انا ما اضمن المستثمر الثاني ان نضع مليون صحيح وبالتالي من باب الشافافية احنا سوينا في السابق نسوي بالضرف المغلق وحين سوينا الابليكيشن على ساتل المغلق يستقدم سعرك لا تعرف سبحان الله يقيم هذا الموقع يستهل كم تقريبا هذا الموقع يحتاج مليون خمسمية ستمية بهذه الطريقة لان بعض المزادات احنا كنا في السابق نأجرها بخمسمية الف يابت 4 مليون ماشاء الله الحمد لله استثمارات الهيئة تقريب 7-8 مليون درهم ممتاز لان انت كن ما تزود كهيئة صحة نحن نزود الرقعة الاستثمارية في الهيئة وحين التوجه العام نحن نشتراك مع القطاع الخاص ونجد نفتح مجالات للشتراك مع القطاع الخاص وبالتالي انا لازم افكر بالهام منظور ماذا يسر على المستثمر ماذا يجعله يدخل بيانا في المزادات وماذا الأسباب التي تجعلتها عدم بعض الأحيان كن نطرح مزادات لا يوجد تقدم فيها فشو الأسباب شو مشاكل شو المشاكل التي تجعلتها يعني أنا بالنسبة لي دوري أن نحل مشاكلك شو كانت أبرز الأسباب أنه ممكن مزاد محد يشارك يعني بعض الأحيان امالاتهم محدثة عندنا فاكساتهم محدثة عندنا التواصل يكون ممكن فيه ميس كمينيكيشن بينهم يعني هو أغلق الشركة وفتح شركة ثانية يديدة بس ما سوى لي أبديت أنا من وين أنا عندي موجودة مثلا يعني عندي قائمة مستثمرين خاصة بالكوفي شوب مثلا تقريبا حوالي أمية مستثمر أنا أطرأش على أمية مستثمر ولكن أنت غيرت الأكتيفيتي طب ما يوصل لك الخلال ليس عندي لديك أنت أنت لم تتوصل بها صحيح بالضافة نحن سوينا ورشة وعية في السابق خاصة في المزادات حصينا الإقبال ضعيف بدأنا أنا أتصل فيهم واحد واحد شو مشاكلك تعال شو المشكلة شو الأشياء لتواجهك فبعض الأحيان شكاوي أنا الدخل مو كافي أبي أفسخ العقد بعض الأحيان أحيان أقول لي شو مشكلتك يقول لي لا أنا عندي هو يكون عنده ميس كومنيكينشن أو ميس منيجمنت في الإدارة الموقع وبالتالي عدم إدارتك للموقع بشكل كافي أو بشكل متميز يعني أوجه دعو المستثمرين كلهم وكل اللي حاب يستثمر فايت الصحة فيه أماكن كثيرة وإحنا نتقبل أي مبادرات طبعا أنا بس حاب نهوه مرة ثانية إن إحنا أي مواقع عندنا تنطرح على المزاد الذكي أو بشكل عام مزاد ما في شيء اكسبشن أو شيء روح دايركت يعني كل الأشياء الموجودة أو كل المواقع القير مستغلة تنطرح كمزاد ممتاز أستاذ عبدالله شو ممكن تعطينا نصائح نصائح ممكن تعطيها لمستثمرين الصغار اللي حاب يدخل المزايدات إحنا عندنا التوجه لمبادرات اليديدة يعني أنا حاب أن المستثمرين يعني الشباب يدخلوا في مبادرات يديدة أفكار يديدة خاصة بالمستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية يعني إحنا ياسين تبنى الأفكار بس بعد أكد أنه يكون مزاد على المواقع بالإضافة أنا حاب أنهم يشاركوا المستثمرين بالراشد قليلين جدا مشاركة معنا في الدائرة لا يوجد أحد يقول أن هذا الموقع يكون مبلغة قدم وانت سبحان الله هو رزقي يعني فلو الآخر قدم وانت ترى ما يحدث صحيح أكيد كيف ممكن يتواصل معكم إذا حاب لدي أسئلة لا يحصل جواب في الابليكيشن كم يتواصل معكم يمكن التواصل معنا عن ثرول الإيميل smazad dha.gov أو مكتب 1033 مكتبي في الهدكورتر المبنى الرئيسي الصحة أو يتواصل معي عن طريق التليفون rd2907567 بس يعني عنده ثلاث ثلاث يمكن نتقل إلى jitex نفسه عن مشاركتكم في jitex شو الجديد غير المزاد الذكي جايتكس دخلنا في jitex بخصوص المزاد الذكي وفي تقريبا حوالي أربع أنظمة يديدة ذكية حياتي وسالم و الليلة تكلمت عنه أنه خاص في السياحة الصحية نعم سياحة صحية و أنظمة الفارماسي الإلكترونية الصدالية الذكية صحيح مزاد الذكي وين يوصل يعني الحين هو تقريبا كالشي إلكتروني وآمن وين وين توصلونا إن شاء الله في توجه من مدير الإدارة ريمان يتعلاف إن شاء الله نسوي فاستو إن شاء الله يكون النظام يقدر يوقع تمت تكلي سيجنة شر يعني نحط العقود داخل جهز العقود ويكون توقيع إلكتروني إن شاء الله عسس نيسر على المستثمرين بعد عشان ماي المكتب أبدا كشي كشي طبعا نحن نسهل بايحديين حيان الله ولكن نقصد بشكل عام أننا نحن نحن يسر عليهم على قد ما نقدر لأنه سبحان الله يكون ما يكون مداخل البلاد بالإضافة نحن نضمن حقوق الحقيقة طبعا كلها للحكومة صحيح وبالتالي نكون على دراية عامة وهو كمان يكون أدرا في الإجراءات التعاقدية بالإضافة نحن قبل ما نطرح المزاد يكون الـ RFP موجود على الـ محاب انه يقدر يشوف لو في ملاحظات عنده يناقش نا فيها ممتاز يطلبون رقبك مرة ثانية أستاذ عبدالله على المكتب إن شاء الله 2197567 وفي s.mazad at dha.gov.ae ممتاز 2197567 هيا تواصلوا مع الآخر عبدالله تسألونك كافة الأسئلة التي ترونها بس أول شيء أتوقع أن ننصح من نزلون أول شيء وإن شاء الله في مزادات يديدة إن شاء الله بتنزل قريبا إن شاء الله ممتاز أستاذ عبدالله من خبرتك في مجال المزادات أو البزنس أو العمال بشكل عام شو ممكن أكثر طلبة من الأعمال أو البزنسات اليديدة بصراحة أنا أتكلم على قطاع المستشفيات أو قطاع العيادات هو طبعا قطاع يعتبر مش محصور ولكن شرح بالنسبة للإستثمار لأن أنا تقريبا عندي مستشفيات حلو الشرح بالنسبة للإستثمار حلو يفتح مستشفيات تفتح 24 ساعة وعيدات تفتح 24 ساعة ففي فرص كثيرة تكون موجودة في المستشفيات والعيادات بالأضافة هو قطاع الفارماسي موجود والكوفي شوب موجود والقطاع المستلزمات الطبيعي يكون مطلوب والأي تي ام والمواقع صحيح والمكاين العصاير الماء مكاين الخاصة بالأضافة أي مبادرات خاصة في الهيلثي نحن نتقبل فيها توجه عندنا لماذا دعنا نجرب حتى لو أي حد عنده مبادرة يديدة يريد أن يعرض علينا ويتناقش وما الأهداف من المبادرة لو فيها تطوير بالعكس نحن نحن أي مبادرة فيها تطوير أو تحسين الخدمة أو عنده مقترحات يعني هو ما زال ذكي هذا بالعكس نتقبل يعني هناك ناس دين باقتراحات كثيرة لكن أنا أحب أنوه أن المواقع الموجودة مواقع مميزة يعني ليس أساسا في هذه الصحة ولكن عندما يكون عندي بزن 24 ساعة صحيح في فرص فرص لا محدودة وبعدين أنا فرص لا محدودة بالإضافة عندي income dash وبالإضافة أن service موجود وبعدين يوم تدخل في هذه الصحة عندك الموقع في facility كثيرة جدا ألا وهي أن عندك الأمن وعندك النظافة وعندك AC وعندك أشياء كثيرة جدا ليس متوفرة برا يعني إذا أخذ أي كشك برا لا تحصل لها facility أو عليها رسوم صحيح وبالتالي يعني أنت كمستثمر ليس مؤعب بالنسبة لها facility ولكن أنت عندك facility موجود برا بالأضافة أنت عندك 24 ساعة موجود عندك أكيد لماذا لا تستفيد من هذه service صحيح ومثل ما نقول المنافسة في قليلة شوية لأن لازم المرز يروح للمستشفى والعيادة صحيح الله يتك مصرح عفو لكم ولك أنا بشكل عام بالنسبة للمزاد صحيح صراحة معلومات قيمة أخو عبدالله في شي حاب ضيفة نصيحة شي ما غطينا خلال الحوار والله يعني أنتي ما قصرتي صراحة ولكن حاب بوجه نداء للأخوة المشتركين في مستشفى محمد الراشد دائما ما شراء يشاركوا إياه والمستثمرين يعني هو نداء بشكل عام للمستثمرين ومستشفى محمد الراشد لأن المستشفى وفي تسهيلات وفي عندهم دعم بالنسبة للطمونات البنكية ورسوم الوثائق وهل الأشياء ليش ما تشاركوا شو الأسباب يعني بالعكس أنا حاب أسمع مقترحاتكم يعني لو تبعتون مقترحاتكم على الإيميل أو تريفو أو تتواصل أو تيوني المكتب أنا مكتبي أنا موجود أنا موجود من 6 صباحا لين الساعة هنتين الله يرطيك الصحاب العافية فحياكم الله في وقت يعني صحيح وعطيتنا أكثر من قناة للتواصل معكم أخي عبدالله طبعا هل قنوات استفيدوا منها يعني ما استفيدوا معلومات للأخ عبدالله لأنه عندها وإن شاء الله معلومات ثرية يمكن ما قدر نغطي كل شيء عن الهوى الحاليا ولكن حتى قبل الهوى عنده معلومات رائعة بالنسبة للمستثمرين مثل ما تفضل خصوصا المستثمرين أو رواد الأعمال اللي تابعين لمؤسسة محمد بن راشد عندكم خصومات مع فيهم بعض الأشياء عندكم تسهيلات معينة فهذه رسالة لكم جميعا إنكم تشتركوا في المزاعد الذكيين نزلوا ملوا البيانات تواصلوا مع الأخ عبدالله تواصلوا مع خلال وخذوا كافة المعلومات منهم حتى حاب نوه شي بسيط حتى لو عبدالله ما فاتكم الديركتر بابا مفتوف تكتر تراجعوا مكتب بلا أبواب حتى يعني لين أكبر مدير تواصلون له طبعا لأن الغرض في النهاية هي خدمة الهيئة طبعا المتعاملين أكيد شكرا لك أخي عبدالله عبدالله عبدالجليل محل العقود رئيسي في هيئة الصحف تواجهتك معنا ومعلوماتك القيمة شكرا لك تواجهتك معنا وإن شاء الله تكون معنا في حلقات ثانية شكرا لك نحن نصال نهاية برنامجنا شكرا لك أيمن سرحيل شكرا لك ميرا المري ها ما غيرت رايج ما بتكونين معنا ناطي خليها معنا يا أيمن وشكرا لكم مستمعين تواصلكم واستماعكم برنامجكم صحة وسعادة باشر إن شاء الله يوم الخميس الوينيز آخر يوم في الأسبوع بنكون معاكم فإلى لقاء غد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي